نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا ينضم لنا الآن من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك عماد أبشناس سعد عماد أهلا بك معنا بداية إيران تقول إنها أرسلت رد بناء بعد أسبوع من دراسة الملاحظات الأمريكية ماذا تقصد هنا تحديدا طهران برد البناء؟ ما هو الرد البناء في نظر طهران؟ تحياتي لك ولي المشاهدين الأعزاء في الواقع الرد البناء هو أن يكون هناك اتفاق طويل الأماد يمكن التعويل عليه يتم من خلاله رفع العقوبات عن إيران وإعطاء الضمانات لإيران بأن العقوبات الأمريكية لن تفرض على إيران من جهة أخرى تنفذ إيران تعهدتها في الاتفاق النووي وتقوم الولايات المتحدة أيضا بتنفيذ تعهدتها في هذا الاتفاق هذا يعتبر عرض بناء الأمريكي لحد الآن لم يقدم إذا ما أردنا أن نقول أي مقترح بناء لعودته للاتفاق النووي الأمريكي يريد العودة إلى الاتفاق النووي ولكنه لا يريد تنفيذ تعهداته في هذا الاتفاق وطبعا هكذا أمر غير مقبول من قبل أي اتجاه يعني مثل ما يقول المثل يريد أن يذهب إلى البحر ولكنه لا يريد أن يتبلل هذا لن يحدث طيب ولكن سيد عمد ما الذي تريده تهران فعليا اليوم وهل تريد فعلا هذا الاتفاق النووي على ما يبدو في ظل ربما المتغيرات الحالية والإقليمية وخاصة بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو هناك ربما أحساس بأن إيران اليوم باتت في موقف أقوى لوضع شروطها بالتأكيد إيران اليوم في الوضع الأمسل إذا ما أردنا أن نقول تاريخيا في هذه المفاوضات وضعها قوي أوراقها قوية جدا في هذه المفاوضات ولهذا السبب فهي لن تقوم بتضياء هذه الأوراق ببلاش إذا كما يقولون الأمريكي ما زال يريد لإيران أن تحرق أوراقها القوية دون أن يقدم شيء طبعا إيران لن تقبل بذلك خاصة مع الظروف الحالية الدولية الموجودة مع التقدم الإيراني في البرنامج النووي مع عبور إيران عن الأقوبات الأمريكية في ظل كل هذه الأمور يعني من غير المنطقي أن تضيع إيران أوراقها دون سدى وحتى تقبل بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي دون أن تلتزم الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها في هذا الاتفاق طيب الآن مع الرد الإيراني والذي تصفه واشنطن بغير المشجع على الإطلاق في أي مرحلة فعليا اليوم بتنا من موضوع الاتفاق النووي سيد عماد هل سنشهد أيضا أخذ ورد واستمرار هذه المفاوضات؟ بالنسبة لإيران دعيني أضعها في هذا الصياح إيران غير مستعجلة للوصول إلى اتفاقية لا تؤمن مصالح إيران بشكل كامل هنا لا أقول حتى بشكل ناقص يعني العرض الأوروبي المقدم لربما يؤمن بعض مصالح إيران أو بعض طلبات إيران إيران بالطبع تريد كل طلباتها أن يتم تحقيقها وطبعا اليوم الوقت لصالح إيران ليس لصالح الولايات المتحدة وليس لصالح الاتحاد الأوروبي لهذا أتصور أن الولايات المتحدة يجب أن تنزل عن الشجرة وتقوم بإعطاء إيران ما تطلبه لأنه إذا لم تعطي إيران يعني أنا قلتها على سكاي نيوز أتصور منذ عام تقريبا إنه إذا لم يتفقوا مع إيران حينها الاتفاق سوف يكون أصعب بكثير حينها كانوا يفاودون حكومة الرئيس الروحاني كان وضع إيران أضعف بكثير الأمريكي مطل في الوصول على الاتفاقية اليوم يضطر الأمريكي أن يقدم تنزلات ويترجى الإيراني وهنا أؤكد يترجى الإيراني أن يقبل ببعض الأمور بشكل شفهي وليس مكتوب ويرفض الإيراني من الأمريكي التعهدات الشفهية ويصر على أن تكون هذه التعهدات مكتوبة على الورق حتى لو خسر بايدن الانتخابات النصفية صحيح ولكن بشكل بآخر سيد عماد هل ترى بأن الموضوع أيضا مؤجل إلى ما بعد هذه الانتخابات النصفية الجميع يترقب هذه الانتخابات ما ستقول إليه خاصة أيضا هناك نقطة لربما ظهرت مؤخرا وهي موضوع مطالبة عداء الكونغرس الأمريكي في خطاب للرئيس بايدن بيا للطلاع والكشف على محتوى الاتفاق النووي قبل الموافقة عليه أيضا هذه النقطة قد تمثل أيضا حجر عثر في أي اتفاق في الواقع الاتفاق المطروح هو اتفاق نوعيا أستطيع أن أقول لك العرض الأوروبي هو اتفاق مؤقت ليس اتفاق دائم وهذا ما لا تقبله إيران اتفاق مؤقت يعني هم المشروع الأوروبي يتضمن نوعا ما اتفاق لمدة تقريبا أربع أو خمسة أشهر لكسر الجليد بين الجانبين وبعده يكون هناك اتفاق دائم وما تصر عليه إيران هو أن يكون اتفاق طويل للأمد منذ الآن يعني كل النصوص تكون مكتوبة منذ اللحظة وفي المستقبل يتحول إلى اتفاق دائم وأحد المطالب الإيرانية هو أن يتم عرض هذا الاتفاق على الكونغرس والتصويت عليه في الكونغرس يعني ما يطلبه الكونغرس الأمريكي اليوم هو أحد الأمور التي تطالب به إيران أيضا شكرا لك سيد عماد بشناس رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك كنت معنا من تهران شكرا لك